افتتح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبدالوهاب فعاليات منتدى الأعمال المصري المجاري بحضور رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة سويس يحيى زكي عفوا يحيى زكي ورئيس وكالة ترويغ الصادرات المجاري بالإضافة إلى ممثلي أكثر من خمسين شركة مجارية مهتمة بالاستثمارات في مصر ومثلها في مجموعة كبرى من المستثمرين أيضا عن الجانب المصري وذلك لتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار إن منتدى الأعمال المصري المجاري هو حلقة جديدة من سلسلة للتعاون الاستثماري والاقتصادي المشترك بين الدولتين في ظل اهتمام القيادة السياسية بتعميق التعاون بين الجانبين